محور حي برزة وبساتين برزة وبساتين القابون كان هناك هجوم قبل تنظيم جبهة النصر الإرهابي والفصائل الأخرى المنضوية تحت هذا المسمى منذ يومين على أحد المواقع العسكرية تم تكبيدهم خسائر فادحة والأمور عادت إلى نصابها مشاهدين الأكارم اسمحوا أن أرحب بضيف الكريم لمناقشة كل هذه المجريات مع عفوا الدكتور خالد المطرود مدير الشبكة البسطة الإعلامية أصعد الله أوقاتك السلام خير سامحون على التعب سلامتك الله يسلمك الحمد لله سلامتك الله يسلمك يا رب دكتور خالد عندما نتحدث عن عملية عسكرية وبدقة وحسم سريع وبزمن قياسي من منطقة التثبيت إلى منطقة استيعاب الصدمة من هذا الهجوم الذي سماه أغلب المحللين والمتابعين العسكري والسياسي بأنه عبارة عن انتحار لتنظيم جبهة النصر بأن يقدم على هذا الهجوم لمحاولة لخلق جيب للدخول إلى مدينة دمشق كيف تنظر إلى ما جرى؟ يعني خلينا بداية نترحم على الشهداء الذين ارتقوا بالأمس واليوم وكل الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه الحرب دفاعا عن سوريا نحيي الجيش يلي كان عنوان صدمام الأمان دائما وأبدا يعني بالأمس كان هناك أحاديث عند البعض أنه تقدم الأرهابيون أخذوا جيب دخلوا نفق إلى آخره كنت أرى وثقة عند الناس أنه لا خوف لطالما الجيش العربي السوري موجود لطالما الجيش العربي السوري يتابع مهامه أه هناك الجيش العربي السوري سيتصدى له سيعالج الأمر هذا من حيث أنه وجود الجيش العربي السوري اليوم أصبح وأضحى أكثر من عام الأمان للحاضر وإنما هو عام الأمان للغد حتى للمستقبل لذلك من حي هذا الجيش والذي ارتقوا شهداء يعني هم عنوان لهذا الجيش لأنه الوطن الشرف الإخلاص تحتاج إلى التضحيات وحماة الديار عندما نقول عليكم السلام أبت أن تذل النفوس الكرام لن تذل ما ذلت عبر تاريخها ولن تذل لطالما الجيش العربي السوري هو في العرين وهو الذي يحمي العرين ويحمي الوطن لذلك لا بد من كنا أن نتحدث في هالكلمتين بداية ونعيد أمهات الشهداء ونحن اليوم في عيد الأم غدا إن شاء الله بيكون عيد الأم الكبيري اللي أنا بأعتبرها هي عيد الأم يعني عيد الحب الحقيقي لأنه في الأم نختزل كل معاني الجمال ومعاني الحب فكيف إذا كانت الأم هي أم الشهيد لذلك يحق لها أن تشمخ ويحق لنا ويجب أن ننحني أمام هذه الأم العظيمة التي كانت عنوانا للنصر لأنه كانت عنوانا في تربيتها لابنها الشهيد في التضحية لذلك هي عنوان للنصر فالنصر بوابته هي هذه الأم التي غدا نحتفل فيها فكل عام وأمهات الشهداء وكل عام وأمهاتنا أمهات السوريين وكل عام وسوريا هي الأم الكبيرة بألف خير إن شاء الله الآن فيه الذي جرى في الأمس خلينا ناخده نحن بعيدا الآن اليوم عملوا خرق في الأمس اليوم استعدنا كل شيء وانتهى كل شيء معه مثل ما تفضلت يعني أنه عملت انتحار جماعي لهؤلاء الإرهابيين عنوان ليقطة الجيش العربي السوري وقدرة الجيش العربي السوري على النصر عندما يقرر فيفعل فكان النصر هو العنوان اليوم لكن ما الذي جرى في الأمس خلينا بعد ما كانت قلوبنا حامية شوي نتيجة الأصوات ونتيجة ونتيجة الأخبار المتداولة والتحريض الإعلامي أنا حقيقة بالأمس سنتي لهذا التحريض التحريض الإعلامي والكذب والتلفيق يعني أنا من سكان دمشق وعم اسم أخبار عن دمشق الشيء المضحك فقط من باب النكتة بأن صفحة قناة العربية تتحدث بأن ما تسميهم طبعا كما يسموننا بالنظام السوري لماذا النظام السوري يقصف بشكل عنيف ولأول مرة المقابر المتواجدة في حي القابون نحن لا نعلقها بالإرهابيين نحن لاحقين الأموات يعني خلينا ما هو ست سنوات المواطن السوري صار يعتبر هيك إعلام إن كان عربية ولا جزيرة ولا أخواتهما وما دار في فلكهما والله للطرفة يعني صار الواحد بس يكون عادي بيقول لك يحط دع العربية لأرض حاكي نشوي هدي عم يحكي لك أنا هلأ شعور كل مواطن كيف صار يتعامل اليوم ست سنوات المواطن السوري اللي أرادوا إسقاط سوريا افتراضيا افتراضيا خلي نركز عليه في قوسين هلأ ليش الإرهاب الحاليا لأنه عجزوا عن إسقاط سوريا افتراضيا فبدأوا بالإرهاب الحقيقي لأنه بالمواجهة العسكرية المباشرة غير قادرين في الحروب المباشرة فأخذوا الحروب الغير مباشرة الحروب بالوكالة من خلال هؤلاء الإرهابيين لذلك المواطن خلال ست سنوات اللي فك كل عقد وقطب المخفية للمشروع لذلك هؤلاء ما نالوا منه وقت كانت الأمور في ذروتها اليوم لا نحن بدي يسمحوننا اليوم مواطننا السوري هو صار بدي يعلمهم كيف يحطوا الخبر ومواطننا السوري عم يعلمهم كيف يصنعوا الخبر وعم ينقل الحدث بالمكان الحدث اللي عم يحكوا فيه بالعربية وبالجزيرة انه والله اليوم ساحة القصور او فارس الخوري او العباسيين انه كتير جميل وبحيي الإعلام السوري حقيقة يلي نقل مباشرة من هناك ما في داعي يقولوا ان انتم تكذبون لكن الصورة هي التي كذبتهم وبالتالي سقطوا في الصورة وليس في الكلمة فكيف اترافقت الصورة مع الكلمة ذلك المواطن السوري اليوم أضحى هو العنوان في كل شيء ذلك خلينا ناخد نحن من هذا العنوان لننتقل بالذي جرى بالامس نحن ناخد الحدث بالامس اذا بدنا نصوب عليه مباشرة كحدث عسكري مكون مخطئين ومكون اشتبهين فقط لا الذي جرى في الامس هو تزامن مع كثير من الأحداث خلينا ناخد ما الذي جرى يوم الجمعة صباح يوم الجمعة في 17 أهدار وما الذي قام به تحت عنوين وروايات مختلفة ضرب أسلحة متطورة كانت في طريقة إلى حزب الله وين بالبادية السورية وين بتدمر وين مطار التنفي يا أخي مطار المزي أقرب لماذا التنف مثلا اثنين مطار التنفي حوله ساحة يعني عفوا ساحة ملتهبة لذلك يعني كيف أنتم بتحكوا رواية واليوم صار المواطن السوري يقول لكم عفوا ما تواغزونا هذه الرواية أصلا خطأ لأنه مو معقولة أنه بدنا ننقل سلاح للمقاومة في منطقة مشتعلة وهناك تقضيب بين القناة العشر الإسرائيلية والقناة الثانية الإسرائيلية على المعلومة غرفة العمليات التي توجه القنوات الإسرائيلية والعربية والجزيرة وأمثالهم واحدة شان نختصر من الآخر لذلك العدوان الذي جرى الإسرائيلي وطبيعة الرد السوري هذا طبيعة الرد وهذا بدنا نحكي فيه كثير ولازم نحكي فيه كثير لأنه غير المعادلات الردع في المنطقة وغير عقائد ورح يغير عقائد عند الإسرائيلي اليوم الإسرائيلي ما له غير التصريح اليوم الإسرائيلي يعني بدنا نحكي شيء الذي جرى أكبر مما تم الحديث عنه في الإعلام الذي جرى تابع الإعلام الأردن وتابع الإعلام الإسرائيلي تعرف كم من المأزق الكبير الذي وصلوا إليه توقع الرد الكائن الإسرائيلي متوقعين كانوا خلال ست سنوات أنه سوريا نهارت سوريا لم تعود لديها القدرة غير أنه سنحتفظ بحق الرد رغم أنا أقولها وأنا مسؤول عن هذا الكلام ما مر إسرائيل اعتدت إلا ما كان هناك رد لكن إسرائيل كانت تبلع لسانها وما تستطيع تتحدث في الرد لأنه مجبرة على أنه التصعيد وهي غير قادرة على التصعيد لكن الذي جرى في الأمس لا هناك أربع طائرات هناك طائرتين أسقطوا ليس طائرة واحدة وهناك للعلم الصواريخ التي تم تفتيثها إذا تأخذها صواريخ حتس التي تم الحديث عنها هي تأخذ القوس الدائري ليس أنه الصاروخ المتعرج مثلا لذلك كان هناك صاروخ أرض أرض وبالتالي هذه يعني بعض التسريبات التي خرجت الإسرائيلي بلع هذا الأمر وفوق القدس وفوق الضفة تطلع شضايا رسالة واضحة الرسالة ليس الرسالة الرسالة في الجملة هذا الإسرائيلي ما استطاع يهضمها وما استطاع أنه يستوعب الذي جرى لذلك كان لابد من تصعيد ومن رد على سوريا غير قادرة رد مباشرة لأنه عرفت أنه اليوم السماء يحرسها نسور مثل ما الأرض يحرسها أسود لذلك لم يعد هناك مجال للرد فأوعزت عن طريق السعودية إلى ما يسمى هذا فيلق الرحمن وجيش الإسلام بالهجوم لرد الاعتبار الإسرائيلي وهذا أنا بحكيه برسم الآخرين انقادوا ورا هذه العملية شو كان النتيجة القضاء عليهم جميعا لكن كانوا يشتغلوا بأمر إسرائيلي لهدف إسرائيلي هذا الأول ثانيا أزعجهم أن يكون هناك مصالحات أن الوعر تنتهي بهذه الطريقة عن طريق المصالحات وبضمانة الدولة الوطنية السورية وتخرج الناس ويخرج المسلحين أمام الإعلام السوري وبحماية الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي هذا أزعجهم كيف حمص التي كانوا تبرينها عاصمة عاصمة ثورتهم المزعومة قبل خمس ست سنوات من 2011 والآن تبقى وتصبح خالية من المسلحين هذا الأمر لم يرق لهم لذلك الرد على مثل هذه المصالحات ومثل هذه الإجراءات لا الرد من خلال تصعيد ميداني وأتى الأمر أيضا من غرفة عمليات في تل أبيب إلى غرفة عمليات موك وإلى غرفة الدوحة والرياض للتصعيد في هذا الموضوع وبالتالي الذي جرى في جوبر يعني مش عملية اعتباطية لا مدروسة استراتيجيا والأكثر من ذلك أن هناك تقدم للجيش العربي السوري يترزامن مع المصالحات في الوعر يتزامن مع ردة الفعل للجيش العربي السوري تجاه العدوان الإسرائيلي كان هناك تقدم واضح في كل المجالات في ريف حلب الشرقي في ريف حمص الشرقي في ريف حماس الشمالي في درعة وعلى موضوع الغوطة الشرقية في درعة وفي كل الإنحاء هذا كان يعني أن هناك تخبط لدى المجموعات على الأرض المسلحة زي الانهيار للمعنويات بحاجة لرافعة ولدعم أنه يجي الإسرائيلي يقولون أنا معكم يعني اليوم وصل الجيش أنه داعش في انهيار في انهيار في الموصل وفي انهيار في حول في ريف حمص الشرقي باتجاه خلصنا تدمر بالتجهين باتجاه السخن باتجاه التنف ونحن نعرف أنه هناك كتائب تحت عنوان مجموعات مسلحة وداعشية للإسرائيلي وللأردني وللسعودي وللقطري لذلك التدخل الإسرائيلي كان تحت هذه العناوين لكن عندما فشل هذا التدخل والجيش بقي متقدم كان الرد من خلال جوبر والأهم من كل ذلك وهذه كمان أيضا أنا أحد الحسابات التي قرأتها أنه كانوا عم يشتغلوا على موضوع مجموعة أهداف بحققوها وبنفس الوقت بيخلوا الجيش العارب السوري يفقد توازنه ويخرج عن الهدن التي وقعها بضمانة الروسي والإيراني والتركي في أستنى واحد ومن ثم بيقوم بعمليات بيتهم الجيش العارب السوري بناء عليها أنه الذي نقضى الهدن وقف عمليات على هذه النقطة فقط طيب عندما نتحدث عن جبهة النصرة جبهة النصرة خارج المعادلة وفيلق الرحمن خارج المعادلة حتى هذا الموضوع كانت تستثمره القنوات المغرضة بأن الجيش العربي السوري خرق الهدن التي كان متفق عليها طيب هل تحاول هذه الدول التي تقف وراء جبهة النصرة وغيرها من باقي الفصائل أن تستثمر هذا الموضوع في السياسة وكيف يستثمر من كبالها أولا النصرة حتى الآن يعني هنين ما ذهبوا إلى أستنى لأنه كان مقرر في أستنى الأخير أن يكون هناك خرائط مع جبهة النصرة فالتملص من تسليم الخرائط كان من خلال عدم الذهاب إلى أستنى لماذا؟ لأن مجرد سلموا الخرائط أعلنت الحرب علنا لم يعد قادر أحد على حماية المجموعات الإرهابية المتسمى داعش ولا النصرة لذلك اليوم جبهة النصرة هي العمود الفقري للمسلحين في سوريا التهرب التركي والتنصل من كل المجموعات التي ذهبت ووقعت في أستنى عن التمايز ما بينها وما بين النصرة هذا مقصود لذلك نحن نقول اليوم بعد الآن لم يعد لدينا شيء اسمه معارضة معتدلة والله تحمل السلاح أنا المعارضة المعتدلة هي التي الفرق بينها وبين المسلل الإرهابيين هي أن ترمي السلاح كيف سيتم وضع هذه الآلية؟ الآلية وقف الأعمال القتالية أي فصل التنظيمات التي أعلنت بين قوسين بأنها توافق على وقف الأعمال القتالية في بعض المناطق إن كان في دمشق وضواحيها وإن كان في بعض المحافظات الأخرى عن باقي التنظيمات الأخرى كجبة النصرة وتنظيم داعش إن هذه العملية هل هي بهذه السهولة؟ ما هو التباين؟ وهل أمريكي يريد أن يصل إلى هذه النقطة؟ التباين ليس التباين في المستوى الداخلي للحرب على سوريا هي التباين أقليمي دولي شو التباين؟ يعني نحن وقد رحنا على أستنى ولا طلعنا على جنيب معلنا بيحكونا في الغرف المغلقة نحن أخي داعش والنصرة بيقول لك يا أخي إنا يعني إلهن للفريق للأمريكي نحن جبناهم مشان أخي سوريا بدنا نغير هويتها بدنا نسقط نظامها بدنا ناخدها من محور المقاومة إلى محور عرب إسرائيل فشلنا بدنا نحسن شروطنا بدنا نخليهم لحتى نحسن شروطنا بالتفاوض يعني هل لك لماذا يعني بعد جهد جهيد في اجتماعات جنيب الأخيرة أضافوا إلى موضوع الحوكمة اللي حكاهم من الأسدار الأربع بنود الحوكمة والتعديل الدستوري والانتخابات النيابية ثم مكافحة الإرهاب وضعوا شرط أنه يكون بند رابع يعني منخلص الحوكمة الحوكمة يعني الحكومة مع الصلاحيات ثم منعمل تعديل الدستوري ثم منعمل الانتخابات ثم منحكي محارب الإرهاب قالنا لهم طيب الشعب السوري يعاني من الإرهاب اليوم تعرفوا هو يكون الجواب وحاربنا الارهاب معكم. واطلقنا ايدكم في محارة الارهاب. على شو بنا نفاوتكم. كيف بنا نفاوتكم. كيف بنا نضغط عليكم. وبالتالي هذا بيرسم الشعب السوري اللي عم يعاني من الارهاب. وانه بيعرف ان اللي عم يقاتل اليوم الجيش العربي السوري. وبيقتل بالشعب السوري. هو الامريكي بهويته. والاسرائيلي بهواه. والسعودي. والتركي. والقطري. بأدواته على الارض. لذلك اليوم معركتنا مع هؤلاء. مش معالية على الارض. هؤلاء وقود حطاب. لذلك خلينا بس اكمل لك المشهد. تفضل. حتى نوصل الى ما الذي جرى في الامس. اضافة الى موضوع العدوان الاسرائيلي. الى مصالحة الوعر. الى تقدم الجيش. الى محاولة سحب ذريعة انه الجيش الذي خرق اتفاق الهدني. هناك شيء اخر. انه تزامن الذكرى السادسة. ودخول السنة السابعة لاحداث الفين ويدعش في سوريا. يجب ان لا تمر بدون حدث ميداني وإلا بقولوا فقد الحدث بريقه. وبالتالي كان لابد من تصنيع حدث يكون بمستوى ذكرى المناسبة. لذلك اشتغلوا على هذا الامر كثيرا. مش انه قضية يعني اعتباطية. اضافة للأهداف هذه كلياتها. بدك تاخد ما الذي جرى في واشنطن عندما ذهب محمد ابن سلمان. الى واجتمع مع ترامب وقدم ميتين ميديار لدعم الاقتصاد الامريكي. طيلت ولاية ترامب باربع سنوات. يعني كل سنة خمسين مليار دولار من السعودي. زائد انه بتكون حماية. وبدنا نوقف معكم شو كان شرط ترامب. ما عاد بدنا مال بالميت دولار بالميت مليار وميتين مليار. لا. صار بدنا نسبة من النفط الخليجي اللي هو اتفق على خمسين بالمية. بمعنى رهنوا النفط الخليجي الى عقود لصالح الاقل. بمعنى اتفاق روسفلت عبدالعزيز الذي وقع في البحر الاحمر ب13 شباط 75. الآن النفط مقابل الملك. الآن جدد تمام. بين خلال محمد ابن سلمان اللقاء ان يكون هو الملك القادم. مع ان يكون الفاتورة الاقتصادية لطلب ترامب. والشرط اخر. بتكون حماية بتعطونا نص النفط. بتكون. بدك ملك يا محمد ابن سلمان بدل محمد ابن نايف. بدك تفتح علاقات مع اسرائيل. وهذا اللي راح يشتغلوه من خلال اجتماعش. العلاقات بين النظام السعودي واسرائيل مفتوح. لا. بدهم يعلنوها علنا. وبدوا يصير لقاء مباشر. وتشكيل تحالف شرق أوسطي تحت عنوان سني. في مواجهة محور المقام اللي يسموه محور شيئي. هذا منحكي في حديث آخر. لانه هذا يبدو بحث كبير. فكان من نتاج الزيارة ان يكون هناك تصعيد. ليقول اننا ندعم. يعني الامريكي بقول له هاي المجموعات على الارض. روح اعطيها الاوامر. خليها تحقق انجاز كبير. ونحنا من ندعم لك هذا الانجاز. نصرف لك في السياسة. فصرف هذا ما تم التفاهم عليه بعملية جوبر. هذا جزء من الاستراتيجية التي وضعوها من خلال الذي جرى في جوبر. والاهم من كل ذلك. وانا هذه الرسالة بعتبرها تحليل مني. الذي جرى في جوبر. الخسائر الكبيرة خلال الاسابيع الماضية للسعودي في اليمن. والصواريخ الباليستية التي بدأت تطلق على الرياض والقواعد العسكرية. والخسائر الكبيرة لدى السعودي. والتي تم التعتيم عليها. وبتمنى ان العربية والجزيرة عم يبثل بباشر. يبثل من هناك. لانه عم تصل الصور اليوم. ما في شيء مخبه. ارادوا التعويض. ارادوا التعويض منها. لانه هن بيعتبروا اليوم حرب هون في اليمن. ولا في سوريا حرب محاور. فما حسنوا يكملوا في اليمن. شو؟ بنك الاهداف اللي عندهم صاروا قاصفين ومئة مرة. لم يعود لديهم بنك الاهداف. لذلك ارادوا التعويض. عم خسائرهم هناك. من خلال الزج بكل هؤلاء الارهابيين. بمعركة جوبر. من اجل ماذا؟ او تحقيق هدف. انه منفتح اليوم الجيش العربي السوري. فيه كثير مهم كمان. انه التزامن. انجازات الجيش العربي السوري في القابون كان كان كثير مهمة. انه بدون ينقضوا القابون. وبرزة من ان تذهب من ايدهن. منفتح انفاق ما بين جوبر وما بين. وهذا كان الهدف الرئيسي يعني. وصل جوبر بالقابون. لنحمي سقوط القابون اولا. ومن ثم نحقق الاهداف الاستراتيجية التي تحدثت عنها. لذلك اقول انا خلينا نسكر هذا الموضوع بالآتي. انه هن بدأوا المعركة. وهن كل شي زج في هذه المعركة. اصبح عند حورياتهم المزعومة. والجيش العربي السوري قدم شهداء. ما بقل لك. لا قدم شهداء. ونحن منعتز بشهداءنا. لكنه كان العنوان. في الامان اللي تحدثنا فيه في البداية عن كل الناس. والثقة. انه اليوم لو شعروا قالوا بدنا نجيب كل جيوش العالم. لحتى نعمل خرق في دمشق. المواطن السوري بنام قرير العين ومرتاح. لانه بيثق بالجيش العربي السوري. انه جاهز وقادر على ان يرد هذا العدوان. وعلى الاكس من اكثر ذلك. وليس السرن سأقول والآتي. ربا ضرته نافع. كانت الناس عم يتعاني يا اخي. جوبر معقول يصل له خمس سنين. القابول معقول يصل له أربعة سنين. طيب ليش الجيش ساكت. نحن الجيش كان سيد الرئيس كان امام معادلة. حكايتها سابقة ومبعيدة. امام اما الكلفة بالوقت او الكلفة في الدم. سيد الرئيس ما بيحمل دم. ولا يمكن نتسجل انه حمل دم في هذه الازمة. كل اللي يحاولوا يصعدوا لا يلسقوا زورا وبهتانا بالقيادة السورية كلها الذي جرى. لذلك كان امام معادلة. يا بطيل بالزمن وبقلل بالدم. يا بطيل بالدم وبقلل بالزمن. اختار هو الزمن. بس كمان بالمقابل ان الناس تفهم الذي يجري على حقيقته. لذلك الان الكلفة اللي قدمناها نحن نعم كلفة عالية. لكن قياسا عما كان مقارنة ونجاح المشروع هي كلفة قليلة. هل لقد بنحكي التفصيل. هل لك دكتور خالد انا عندي مجموعة اسئلة بدي صلطة تضوي عليها. بدي اجابات عفوا سريعة منها. تحدثت عن ما نسمون انفسهم بمعارض الرياض وخاصة المتمثل بالنظام السعودي. الدكتور بشار الجافري قال بان يتحدث عن معارضة الرياض. يقول انها رفضت جملة متفصيلة سلة مكافحة الارهاب التي تحدثت عنها وانهم ارادوا ان يضعوها هي رقم اربعة من السلات الاربعة التي كان متفق عليها. وادعوا طبعا هذا الكلام لمن؟ لمعارضة الرياض بانهم معارضة وطنية. وهنا قال الدكتور بشار الجافري متسائلا. اذا كانوا يدعون بانهم وطنيون فلماذا يرفضون مكافحة الارهاب؟ لان في الاساس هن ديكور ما هن اصحاب مشروع ولا اصحاب قرار. انت بتقول معارضة الرياض بالاعلام صارنا نكرر هذا الامر. هذا يعني انه ما في شي اسمه معارضة سورية مقيمة في الرياض. انه هدي معارضة سعودية تعمل باجندة سعودية من اجل مشروع سعودي. والسعودي هو عبد لعبد اخر عمل عند الاسرائيلي. وبالتالي اليوم انت عم تشتغل مع ادوات على الارض مع ديكور في الخارج. لذلك هؤلاء كيف بدك يجيوا يقول والله انا بدي مصلحة الشعب السوري. وبدي يوقف الارهاب. ما السعودي صنع الارهاب من اجل مشروعه. بده يجي هؤلاء يقولوا نحن وطنيين ونحن سوريين ونحن منمثل الشعب السوري. ونحن بدنا نمنع الارهاب عن الشعب السوري. فبتخالف مع عقيدة السعودي. لان السعودي عقيدته ارهابية. هو اللي فخخ وفرخ وفجر الارهاب. اذا سيكون معطل ايضا في جنة كما كان معطل في اسنة ثلاثة. هؤلاء انا بتتمنى انه ما كثير نعطيهم يعني يالولي اللي بسموه معارضة السعودية. ولا المعارضة التركية. ولا المعارضة القطرية. ولا حتى المعارضة هدول الاسرائيلية اللي بنسموني بيقيمه باسرائيل. هؤلاء هن واجهة لمشروع. هؤلاء ما بيمتوا للشعب السوري. ما فيهم دم سوري. ما فيهم اخلاق سورية. ما فيهم انسانية. لا سورية ولا انسانية. ما فيهم يعني يلي ما فيهم دين. انت تقتل الانسان المقدس عند الله. كيف بتقتله انت بغير حق. كيف بتكفره بغير حق. مين اللي يفوضك. مين اللي يعطاك هذا الابر. لذلك هؤلاء اذا ما متوا للانسانية بشيء. فبدك يعني يمتوا لسوريتهم بشيء. طالما سورية هي وطن الانسان الاول. منها كان الدور الحضاري والانساني للعالم من سوريا. لذلك هؤلاء برأي يفحصوا دمهم. يعملوا فحص دم. اكيد مون رح يطلع شيء اسمه سوري بفحص دمه. لانه يلي دعا الى قصف سورية. وجلب العدوان على سوريا. وطالب ودعا الامريكي والاسرائيلي وغيرهما بقصف سوريا. وجاب كل الارهابي العالم وغطاهم. هؤلاء. هؤلاء يعني الصورة صورة انسان. والقلب قلب حيوان. لا يعرف باب الهوى فيتبعه. ولا باب العمى فيصد عنه. طيب. بدي انتقل لموضوعه مهم جدا. عندما نتحدث دائما في جميع الحوارات عن صمود هذا الشعب السوري. الذي وقف الى جانب رجال الجيش العربي السوري. وقف الى جانب هذه المؤسسة العسكرية. هذا الوعي كان موجود لدى الشارع السوري. ولكنه بدأ يتضح بشكل مهني وبشكل بشكل اكبر بعد ست سنوات من عمر هذه الازمة. اليوم لم يعد الطفل الصغير الا ويدرك بريف حماء الشمالي. التفجيرات الارهابية التي جرت منذ يومين في مدينة دمشق. في القصة العدلي وفي الربوة. قبلها ايضا كان في حمص. طيب كل هذا التصعيد. عندما ننظر بعين اخرى الى من يراقب ما يجري في سوريا. نرى وكأننا نعيش في كوكب اخر. يعني المجتمع الدولي يصم اذني يعني. ويغمض عينيه عن كل ما يجري في سوريا. الى متى؟. خلينا نقول الآتي. اولا في ناس بيحلموا كتير. بيشوفوا منامات كتير. فبيتخيلوا واقع بمحلامهم وبمناماتهم. فبيعيشوا على هذا الحلم. بيتفاعلوا معه. وبيجزدوه حقيقة. وبيعتقدوا انه هو حقيقة. وبيصيروا ياخدوا مواقف بناء عليه. ولكن هنن معتقدين انه قذائف الهاور راح تنال من عزيمة الشعب السوري. ومن عقيدة الشعب السوري. ومن معنويات الشعب السوري. هم هن راح قلن هنن اضغاثوا احلام اذا هيك عم يحلموا. وهنن واهمين ان ينالوا من الشعب السوري. ان ينالوا من عقيدة الشعب السوري. من معنويات الشعب السوري. من ثقة الشعب السوري بجيشه وقائد الرئيس بشار الأسد. ومن ثم ثقتهم بهذا النصر الذي سيكون عنوانا يعلن الرئيس بشار الأسد عما قريب. لذلك من حيث هذه القذائف أو التفجيرات إن كان باب صغير أو القصر العدلي أو الربوي أو حمص أو طرطوس أو اللاتقية أو حلب أو أي مكان. في درعة أو في السويدة أو في ريف دمشق. هذه كلها نسميها قذائف تدل على ضعف. تدل على مأزق وصلوا إليه. تدل على حقد. تدل على يأس. تدل على غدر. لذلك هذه القذائف نتعامل معها على هذا الشكل. لكنها يعني كنا سابقا الواحد يسمع الصوق طلقة الرصاص. إذا الناس في الشارع أو مطعم الناس فيه تترك المطعم. تتذكر 2011 أمام البروبوغاندين اللي عملوها. اليوم لا. اليوم بيشوفوا القذية في نازلة هيك بينزلوا. إذا في حدا بيستعفوه بعد شوية بترجع الحياة. ولا كأنه في شيء. هي رسالة. يعني نزيل على الشارع على الأنبارح. كثير صوروا. دمشق حالة عسكرية. ودمشق ودمشق الناس تنزل على الشارع. بشكل طبيعي. ونحن نقلنا كما تتابع على الحالة. في شيء خدمهم في هذا الأمر. إنه مبارح كان يوم أحد. ومنطقة القصاء أخواننا لا أحد يعطله. وبالتالي يحاولوا يقولوا لي كل عالم. لكن أنا بحي أهلنا في القصاء. وأهلنا في كل المناطق. على العكس أكثر من ذلك. أهلنا في كل دمشق ذهبوا ليلا إلى القصاء وإلى باب تومة ليقولوا ما أهلنا في القصاء وباب تومة أنه لا. إذا كانت المحلات معطلة بشكل طبيعي. لا. نحن موجودين. والمحلات موجودة. صحيح في حالة من الأس عند الناس. ليش؟ في دم. في شهداء. ما معقول للإنسان يجرده من مشاعره. ما معقول للإنسان يجرده من وطنيته. أنا بالعكس أنا هذا الشعب حيي أكثر. وقت بيشوف أنه إرهابيين أرادوا خرق بواب بوابات دمشق. أو أرادوا النيل من عزيمة الجيش العربي السوري في موقع من المواقع. أنا محبتي للجيش. وثقتي بالجيش. منيح. بدهم شعور متبادل. شعور. يعني مرة محبتي للجيش. إذا تعرض للغدر. وتعرض للدم. بدي يزعال. وبيدي يبين علي. لكن بنفس الوقت. ثقتي ومعنوياتي بدي تكون عالية. وكانت عالية. لذلك اليوم. خلال أقل من 14 ساعة الجيش العربي السوري. استنفر قواته. وأنا بقل لك. يعني قوة النارية. ما سهلك كلها. القوة النارية الحقيقية للجيش. ما سهلكها. قوة الحقيقية النارية للجيش. ورجيناها هنا في بيتل أبيب. وبالقدس. وبالضفة. ما بنو. هون. هذي بالعكس أنت اليوم عم تشتغل ألعاب يعني ألعاب نارية. ألعاب فردية مع هؤلاء. هذا لا يعني أنه ما بيملكوه. الإرهابين هؤلاء. جيش أميركا وجيش إسرائيل الجديد. لكن نحن في شيء اسمه دائما النقطة المدنيين. دائما جيشنا بيأخذ في أي عملية عسكرية. هناك مدنيين. هناك أرواح. هناك أبرياء. هناك أطفال. هؤلاء بيجعلوهم دروع. لذلك هذا الفرق بيننا وبين الآخرين. تعليقك على أيضا. عدنا لنسمع الطيران التحالف الأمريكي. ارتقى اليوم ستة مواطنين من عائلة واحدة. جراء قصف طيران التحالف الأمريكي للشارع الرئيسي بمدينة الطبقة. وأيضا ارتقى تسعة مواطنين في قرية شبهر شمال الغرب الرقة. أيضا في مزارة جديدة يرتكبها هذا التحالف. طيران التحالف الأمريكي. ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت جميع من يحلل ويقول أنها تعيش حتى الآن في تخبط وخاصة فيما يخص السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وهي التي ادعت على لسان تراب أنها تريد أن تحارب تنظيم داعش. الولايات المتحدة الأمريكية عندما وقعت الدولة العميقة لين قوسين الدولة التي صاحبت القرار في مصلحة الإدارة الأمريكية. لا الأوبامية ولا الترامبية. ما زالت تعمل باتفاق كيري لابروب الذي وقفه 14 تموز 2016. اجتماع البيتزا 14 ساعة. وهذا الأمر كان هناك تسريب إذا تلاحظ أنه ما تم الحديث عن بنوده فتم تسريب أحد بنوده أن يبقى سريا. لأنه هناك في تخلي أمريكا عن حلفاءه وأدواته على الأرض. ما بدهم يعلنوا حتى يحافظوا على الحد الأدنى من هذا. يعني بمعنى تنزل أمريكا بهبوط آمن للحفاظ على الحد الأدنى من مصالحها. ذلك الأمريكي اليوم ما زالت تعمل في هذا الأمر. اليوم عرفت يعني بتقول لحلفاء أنه بيطلبوا محمد أب السلماء بيطلب نحن قادرين. يقول له الروح عميل وأنا بصرف لك يا في السياسي. جرب. ما طلع معه شيء. بيقول له أنا بعرف أنه ما رح يطلع معك شيء. لأنه الخطوط الحمر التي رسمتها منظومة الشعب والجيش والرئيس بشار الأسد في سوريا. مع المنظومة بحور المقاومة. مع روسيا والصين دبلوماسيا والسياسيا وعسكريا غير قادر نغير بموازين القوي. لذلك أنا ما زلت سالك مع الروس بشتغل بالتفاهمات التي اشتغلت معها. والقادم سيكون حجد الإمكانات لمحاربة داعش والنصرة. الأمريكي سيقول أنا ساهمت في محاربة داعش. مو معقولة يكون عم يتفرج والروسي لحاله عم يحارب الإرهاب. يبيع هذا الأمر للرأي العام لديه. ويبيعه أيضا بالمال عند الخليجي. أنه أنا ما زلت عم يدخل. لذلك الأمريكي ماشي نحو تحرير الرقة. وما نستغرب ما نستغرب. تحط عليه هيك بين قوسي وتذكرني فيها. أن يكون التحرير تحالف أمريكي سوري روسي لمحاربة داعش في المرحلة القادمة. وسيكون العنوان الرقة. لكن السؤال الذي يتحدث فيه الأمريكي الآن. أنه إذا تم ضرب داعش في الموصل وضرب داعش في الرقة وحرر الموصل في العراق والرقة في سوريا. أين ستذهب داعش؟ هذا السؤال برسم من كان لديه عقل أو القى السمعة وهو الشهيد. مثل ما يقولون لماذا؟ لأنه ستعرف أن هؤلاء يعملون عند الأمريكي بسكروا جبهة ويفتحوا جبهات أخرى. لذلك نحتاج إلى اليقظة نحتاج إلى الحيطة. خاصة أن المشروع قارب على النهاية. الانتقال من العمليات العسكرية المباشرة وفشلها الأكيد إلى العمليات الأمنية. عمليات الغدر واليأس والحقد. هذا يحتاج إلى يقظة من كل الناس من كل المواطنين مع الأجهزة. العرب السوري. لنتجاوز مرحلة. شوف في مرحلة دائمة ما بين الانتقال من الاشتباك العسكري للتشبيك السياسي اللي هو عنوانه 2017. هذا مرحلة تحتمل تصعيد. تحتمل مفاجآت. تحتمل دم. هذه المرحلة بدنا نتجاوزها بأقل الأكلاء بأقل الخسائر من خلال المنظومة اللي تحدثنا عن الشعب وجيش وقائد. ما زالت هذه المنظومة ثابتة. تحتاج إلى يقظة من قبل الشعب مع الأجهزة الأمنية. السيد الرئيس بشار الأسد التقى اليوم وفد برلماني روسي أوروبي مشترك. وقال السيد الرئيس بأن ما يحدث في سوريا هو صراع بين دول تريد الحفاظ على القانون الدولي وعلى رأسها روسيا والصين. وأخرى تنتهك هذا القانون عبر دعمها للمجموعات الإرهابية وتدخل في أشؤون الداخلية السورية. أيضا أضاف السيد الرئيس بشار الأسد بأن سوريا ماضية في رؤيتها لحل الأزمة عبر مسارين. هما مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وهي منفتحة على الحوار مع الجميع. شرط إلقاء السلاح والالتزام بالدستور. تعليقك. أبلغ من هيك كلام وأفصح من هيك كلام وأسهل من هيك كلام. لا. لكن هل هناك من لديه القدرة على اتخاذ قرار برمي السلاح للانخراط بعملية سياسية ومحاربة الإرهاب؟ هل هناك من لديه القدرة على الخيار ما بين الوطن يختار الوطن الذي فتح له الباب السيد الرئيس إلون. ارمي السلاح وتفضل لنحارب الإرهاب سواء. وعفى الله عما مضى. هؤلاء قلت لك أمعات تبع. طبعا هذا الكلام موجه للدول التي تقف فراء هذه القدمات الإرهابية. طبعا. نحن نشيل. ليش أنا أركز على هؤلاء الأدوات؟ لماذا؟ لأنه بس هؤلاء تراجعوا. لم يعد لدى الدول من تقول عنهم أنهم معارضة. وبالتالي سحبت حجة وسحبت دريعة كانوا يستخدموها. لكن هؤلاء هني بالأساس حطوهم واجهة فيه مشروع. اليوم السيد الرئيس عرض مراسيم العفو المرسوم وراء المرسوم. وما زال المرسوم قائما. وما زال العفو قائما. اليوم دعوة أخرى. تفضلوا لا نحكي بين مسارين محاربة الإرهاب. في عاقل في الدنيا. بيتهرب من بند محاربة الإرهاب. يقول ما بدي يا أنا. هؤلاء لا يريد. ويدع الوطنية. لا يريد. هلأ وطنية سحبناها. هذه يعني صرنا نحن في زمان. في دهر عنود وزمان كنود. يعد المحسن فيه مسيئا ويزداد الظالب وفيه عتوا. هؤلاء أكتر من هيك وقاحة. أكتر من هيك كفر بإنسانية الإنسان. بإنسانية هذا في هوية وطنهم. هؤلاء لا يريدون الخير لسوريا. هؤلاء يا بدون السلطة وتحترق سوريا وما عندهم مشكلة. يا أما أنه بدي ضل أنا عنوان للتعرض لسوريا والضغط على سوريا وضرب الشعب السوري. لذلك نحن نعرف أنه يلي شغلوا من أجل المشروع السياسي. بس انتهى المشروع السياسي. هذه الدولة التي شغلت هذه المجموعات. بس انتهت التسويات الإقليمية والدولية. ستأتي على الصحة من طبق. طبق من ذهب. عفوا تحط لنا ياه وتحط للسيد الرئيس. سأقول له أنا آسف. عربون صداقة جديدة. وعربون إعادة تموضع جديدة تجاه سوريا. أتقدم لك هؤلاء هدية. أنا سأقول لهم الآتي لمن ما زال يحمل السلاح. ومن ما زال يعتقد حاله معارضة. اليوم وصلنا من التشاور والتنسيق والتفاهمات الإقليمية والدولية إلى مرحلة. وافق الأمريكي على بيعكم. قلنا نأخذ السيد الأكبر تبعهم. وافق الأمريكي على بيعكم يا معارضات. بغض النظر عن التسمياتكم. ويا أدوات على الأرض يا فصائل مسلحة. لكن الخلاف الآن على سعركم. السعر الكبير الذي وضع لكم ياهو السيد الرئيس بشال أسد. عودوا إلى سوريتكم. وعفى الله عما مضى من أجل سوريا. لكن مصالحات وقال بأن مسيرة المصالحات تحظى بدعم الشعب السوري. وحققت نتائج إيجابية حافظت على حياة الكثيرين وعلى العديد من المناطق. ولولا هذا الدعم لما تمكنت الدولة السورية من المضي بهذا. هذا الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل. المصالحات تحدثنا. وهي التي تقف خلف هذه التنظيمات. وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. دائما مع كل مصالحة بيعلن الشعب السوري. بتعلن الدولة الوطنية السورية. وبتكون ناجحة لأنه ما فيه تدخل خارجي. لا مستورة ولا أمثاله. بيكون هناك حنق وغيظ عند الإسرائيلي. بتلاقي دائما بخوض أنت إمتى تدخل الإسرائيلي بالأصالة. عندما مجموعاته على الأرض بتنهار. أو بيكون هناك مصالحات لدى الدولة الوطنية السورية. الشعب السوري وصل لمرحلة. وأنا بدي حكيك بالصدق وبسمع كثير من المناطق الساخنة. وشو عم يصير. صدقني اليوم حذاء الرئيس بشال الأسد. حذاءها. الناس بيقولوا بدنا الرئيس بشال الأسد. وبدنا الجيش العربي السوري. ونحن كفرنا بالنعمة. أنا أعطيك شو بيحكوا هني مصطلحاته. حذاء الرئيس بشال الأسد اليوم أشرف من كل المعارضات اللي برا. وأشرف من تيجان الخليج وملوك العرب وجامعة الدول العربية معهم. لأنه كان القائد الصامد. القائد الشفاف. القائد الأخلاقي. القائد الإنساني. القائد اللي قدم عشر سنوات. عشر من البيضي. نحكيتها مرة عشر من البيضي. عشناها وقد صعدت فيها البلاد. وسر الأهل والولد. فقالوا ربيع ولم يزهر سوى جثث في كل دربين بهم خطواتهم تردوا. نشكو إلى الله إخوانا. نكون لهم كل المودة إن ضلوا وإن بعدوا. عاشوا فراد ولا شيء يجمعهم. فكيف عمدا على إيلا من التحدوا. شاءوا الخراب وكل الغرب ساندهم. بئس الحليف الذي في حضنه رقدوا. يدعو إلى الشر والإفساد ديدنه. ولا يدوم له في الناس معتقدوا. إني أخاطب ذا عقل ليفهمني. أما سواه فلا يرجى له. رشدوا يا قوم لا تسرفوا في البغي. وانتبهوا أن العدو على أبوابكم رصدوا. عودوا إلى الحق. والجولان وجهتنا وكل أرض بها الأعداء قد نجده. هذا النداء من وجهه دائما. والناس عم تتفاعل معه بدها. لكن في قوى خارجية عم تمنع. وهناك للأسف بعض المستفيدين بهذه الأزمة أصبحوا بعيقوا هذا الأمر. لأنه الوضع الحالي بسرهم وبغنيهم. بس يقول لهم أن الغنى غنى الوطن. والكرامة كرامة الوطن. والعودة إلى الوطن. لأنه هي العوضة بتأمن أمان المستقبل إنا. ولأبنائنا ولأحفادنا. وبتعمل لنا مجد وبتعمل لنا تاريخ. أما المال والله ما واحد مات وأخذ مال معه. على العكس تماما. هذا سيورث لناس بصرفه رح يلعنوا يلي يجابوا بهذه الطرق. وكان نتاج الدم الذي سال. هذا الوفد البرلماني الروسي الأوروبي شدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. هذا الذي كنا دائما ودائما تطالب به سوريا. والسيد الرئيس بشار الأسد كان يقول منذ بداية هذه الحرب. بأن الإرهاب لن يبقى في سوريا فقط. سوف ينتشر كالنار التي صدرته. نماذج كثيرة جدا إن كان في بروكسيل وإن كان في فرنسا وإن كان في بريطانيا وحتى في أمريكا أيضا. ولكن لا أحد يعتبر. لماذا ما يجري في سوريا يعتبر بالنسبة لهم بينهل لين ثورة؟ وبالنسبة لنا أي كل ما يجري في سوريا من تدمير وخراب وإرهاب وتفجيرات. هو تعتبر بالنسبة لهم ثورة. وبالنسبة لنا أي عبوة ناسفة تضرب بروكسيل أو فرنسا. فهي بالنسبة لهذه الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية هي تعتبر إرهاب وإرهاب عالمي. يعني أنا أريد أن أعطيك مثال حقيقي. جرى بتفجيرات القصر العدلي والربوي. هل يعقل؟ معنا دائتي. هل يعقل أن مجلس الأمن يتعذر عليه أصدار قرار يدين أو بيان يدين تفجيرات دمشق بالقصر العدلي والربوي. لأن فرنسا وبريطانيا وأمريكا رفضوا إصدار هذا البيان وإدانة الإرهاب في دمشق. طيب كيف نتعذر بهذا المجلس وبقراراته؟ وبالتالي الآن أنت اليوم أمام معايير مزدوجي. كنا نتحدث عنه سابقا. اليوم صرنا عم نعيشها. اليوم نحن ناتج الحرب في سوريا سيكون هو ناتج حرب عالمية ثانية. سيعيد موازين قوى جديدة. تفرض نظام جديد للعالم. لم يعد صالح بنسخته الحالية التي أسست في اجتماع سانة فرانسيسكو عام 1945. وناتج اليوم مجلس الأمن. إرهاب موجود وهناك من يتنصل ويتهرب من إدانته. فأين وصلنا نحن؟ وصلنا إلى الزمان القائل بكل إمام علي عليه السلام. القائل فيه للحق قليل. واللازم فيه للحق ذليل. واللسان فيه عن الصدق كليل. أهله منعكفون على الطغيان. مصطلحون على الإدهان. فتاهم عارم. وشيخهم آثم. وعالمهم منافق. وقاربهم ممارك. هذا الزمان عم نعيشه على مستوى الأزمة في سوريا. الحرب في سوريا. على مستوى الداخلي. على المستوى الأقليمي. وعلى المستوى الدولي. حاليا اليوم اللي بدنا ناخد نحن الصورة المغايرة. اليوم الخبر اللي عم تفضلت تحكي في وفد من مجلس الدومة. نائب رئيس مجلس الدومة الروسية. وموافد برلمانين أوروبيين يزورون الرئيس الأسد. يزورون دمشك ويجتمعون مع سيد الرئيس بشار الأسد. هذا ما أهميت اليوم. هناك يصدقني في تغير في المزاج والرأي العام العالمي. تجاه ما يجري وحقيقة ما يجري في سوريا. ست سنوات من الكذب والتلفيق والتزوير على حقيقة ما يجري في سوريا. الآن بدأ العالم يلتقط هذا الأمر. لذلك هناك تحول عالمي لفهم حقيقة ما يجري في سوريا. هذا أحد مؤشراته. طيب سؤال لماذا وفد روسي أوروبي. ما كان يجي روسي لحاله. وبالتالي الأوروبي ما زال محرج بسياسات حكامه. وإجاء من خلال وفد روسي ليتعرف على الحقيقة. ويسمع الحقيقة من صاحب الحقيقة التي عانى منها. ويعانى من الشعب السوري الذي هو السيد الريس بشار الأسد. اليوم صاحب الحقيقة منه تصدر الحقيقة ما يجري في سوريا. وتوضيح كل الذي جرى خلال ست سنوات. أمام الوفود الأوروبية التي تحدث الآن. أمام الوفود العلامية التي جاءتنا في السابق. أمام الوفود البرلمانية التي جاءتنا في السابق. لتكون بداية تحول. أنا أقول لك والعالم كله ينتظر هذه الأيام. إعلان انتصار سوريا لعادة تموضع الدول من جديد. بعد التسويات الإقليمية. لتكون بداية لزيارات رسميين إلى دمشق. ليعودوا إلى قبلتهم الحقيقية. بعدما تكشفت حقيقة الأوضاع في سوريا. وحصحص الحق. وجاء الحق. وزهق الباطل. فإن الباطل كان دائما وسيبقى زهوقا إن شاء الله. أشكرك جزيلا. أشكرك الدكتور خادر المطرود. مدير شبكة البوصلة الإعلامية. ضيفي الكريم اليوم في استوديوهات الإخبارية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك كل عام وأنتم بخير. كسوريا الأم الكبيرة. وكل أمهات سوريا وأمهات الشهداء. إن شاء الله بينعاد عليهم بالنصر لسوريا. ويفرحوا في هذا النصر الذي كانوا أو بنائهم. أن العنوان في هذا النصر. إن شاء الله. مشاهدين الأكارم. الشكر موصول لكم على كرم المتابعة. كل عام وأمنا الكبيرة سوريا. وأمهاتنا بألف ألف خير. والرحمة لشهدائنا الذين ارتقوا على مذابح الحرية. وشفاء العجل لجرحانا. وكل التحية والإجلال لحمات الأرض والعرض. رجال الجيش العربي السوري. كنتم وستبقون. أنتم الشرفاء. هذه تحيات الفريق العامل. ومن أنا عبد الزمام. دمتم بأمان له. إلى اللقاء.